موسيقى مشاهدين أهلا بكم في الاقتصادية أكدت وزيرة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ المنعقد بأبو ظبي يومي ثلاثين والحادي وثلاثين من أكتوبر المنصر على ضرورة توجيه نداء قوي وواضح للعمل على تسريع إجراءات التكيف بلاغ للوزارة ذكر أن السيدة بن علي أبرزت خلال مداخلتها في الجلسة المخصصة للتكيف أن إطار الهدف العالمي للتكيف يجب أن يحتوي على أهداف قطاعية محددة مصحوبة بمؤشرات قابلة للقياس تتناسب والحاجة الملحة للعمل والدعم وذلك مع تسهيل إدماج تمويل التكيف أطلقت شركة العربية لطيران المغرب للنقل الجوي منخفضة تكلف اليوم الأربعاء خطا جويا جديدا يربط بين مدينتي الداخل وفاس مع توقف في مراكش بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والأحد وهكذا حتى الطائرة تابعة لشركة بمطار الداخل قادمة من مطار فاسيس وعلى متنها ثمانين مسافرا مع توقف في مطار مراكش المنارة ويتعلق الأمر كذلك باستئناف تشغيل الخط الجوي بين مراكش والداخل الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة الداخل وادي الذهب وشركة العربية لطيران المغرب ارتفع تسعار النفط في تعاملات المبكرة يوم الخميس إذ يبقى الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة هذا وارتفعت العقود الأجلة لخم برينت ثمانية وثلاثين سنة إلى خمسة وثمانين دولار للبرميل فاصلة سفر واحد كما سعدت العقود الأجلة لخم غرب تيكساس الوسيطة الأمريكي ستة واربعين سنة إلى ثمانين دولار للبرميل فاصلة تسعين نعيات النشرة للإقصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر